اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى الخليفة بلك البلاد المعظم حفظه الله ورعا إلى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأصحاب السمو كبار أفراد أسرة الانهيان الكرام كما قدم سموه تعزيه لهم داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة الانهيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء وقد رافق سموه حفظه الله سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معربا سموه عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة شكرا هذا وقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحفظ الله ورعايته عائدا إلى أرض الوطن وذلك بعد تقديمه واجب العزاء في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد الانهيان رحمه الله وكان في مقدمة مودعي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى مغادرته اللواء الروكن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد الانهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار المسؤولين